بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأحمده حمد الشاكرين وأستغفره استغفار المذنبين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين باسمي وباسم مجموعة امتلاك أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب وأهنئ نفوسكم وأجسادكم التي أتت إلى هنا لتطيب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتلاك العقارية خاصة ومجموعة امتلاك عامة ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله الحماد ومنذ عشر سنوات لم يجف مدادها ولم يطفأ سراجها وكانت معولا للبناء وحاجزا عن الهدم لذا نحن اليوم في هذا الملتقى الطيب العطر برعاية غالية من امتلاك العقارية ومجموعة امتلاك والذي سيبدأ هذا الحفل الآن بقراءة عطرة وتلاوة مجودة مع القارئ عبدالناصر حلاق فليتفضل مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثالهم في التورا ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاً فأزروا فاستولر فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجراً عظيماً صدق الله مولانا العظيم الفاتحة شزاك الله خير طيب الله الأنفاس أستاذ عبد الناصر اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرؤها أما الآن فمع الكلمة الافتتاحية كلمة الرعاية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة امتلاك الأستاذ عبد الله الحمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لمجموعة امتلاك تجاه أبنائنا في المهجر ونظراً للتحديات المختلفة التي تواجهها الأسرة العربية في تركيا فقد كانت دعوتنا لهذا اللقاء التربوي المهم مع القابة الفكرية والتربوية المتمثل بالدكتور جاسم المطوع والذي لبى دعاءنا مشكوراً كما لا ننسى شكركم ضيوفنا الكرام وأنتم تقومون بواجبكم تجاه جيلنا الصاعد بهدف مساندته في تجاوز الصعوبات والمحن التي تواجه في الغربة هذا وإن كنا نسمي وجودنا في تركيا غربة من باب التجوز في التسمية إذ لا يخفى على كل مراقب مطلع الفوارق الكبيرة بين تحديات المهاجرين العرف في تركيا وتحديات المهاجرين في بلاد أخرى تختلف ثقافتها عن ثقافتنا العربية الإسلامية فإننا ننكر وجود منغصات وتحديات وبالأخص في الفترة الأخيرة تواجه الأسرة العربية في تركيا ختاماً ولأن من تمام شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر الناس الذين يساعدون إخوانهم فإننا نشكر تركيا حكومة وشعباً على حسن تضافتهم لنا ولإخوانهم ونسأل الله أن يحفظ تركيا وبلاد العرب والمسلمين من كل سوء وإلى لقاء قريب حول مواضيع تهم أبناءنا في المهجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً أستاذ عبد الله على هذه الكلمة التي يشنف بها أسماعنا دعونا الآن نرحب أجمل ترحيب مع صفقة عالية جداً للدكتور جاسم المطوع رحب فيكم جميعاً أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك واللقاء التربوي والأسري والاجتماعي وأشكر الجهة الراعية لهذا اللقاء ونشكر حضوركم ما شاء الله الحضور يعني كثيف ولذلك يمكن فقرة الأسئلة رح تكون فقرة كبيرة ونسأل الله عز وجل نكون عزل عند حسن ظنكم ونتحدث معكم بالمعاناة فعلاً التي نعانيها نحن كأسر مغتربة هكذا طبعاً العنوان الأسرة وتحديات الغربة الموضوع بالنسبة للتحديات تنقسم إلى قسمين أنا رح أطرح لكم مجموعة أفكار وعنوين ونخلي إذا في أي تفصيل يصير للنقاش والسؤال والجواب لما نتكلم عن تحديات الأسر أي أسرة تغترب أو تهاجر أو تخرج من وطنها الأصلي إلى بلد تمر بثلاثة معانات المعانات الأولى نسميها التحديات العامة والمعانات الثانية لو كانوا متزوجين نسميها تحديات الزواج والمعانات الثالثة لو كان عندهم أطفال يصير تحديات التربية ففي ثلاث معانات تمر فيها كل أسرة إذا أخذناها كل واحدة على حدة ناخذ الأولى نسميها التحديات العامة عادة الإنسان لما ينتقل من بلد لي بلد آخر البلد الثاني تكون اللغة فيه مختلفة عن لغته ففي البداية يجد معاناة ويجد صعوبة في التفاهم إلى أن يتعلم اللغة وتعرفون تعليم اللغة أمر ماهو سهل على الجميع عندما نتعلم اللغة ننخرط في المجتمع لكن تبقى في مسألة وهي مسألة الهوية والثقافة أنه أنا صح تعلمت لغة القوم وتعلمت لغة البلد اللي أنا منتقل لها لكن فيه اختلاف في الثقافات وهذا تحدي ثاني وهذا الاختلاف حتى لو كانت بلاد المسلمين من بلد أحيانا في البلد الواحد يعني أهل القاهرة في مصر عندهم ثقافة مختلفة عن أهل الإسكندرية وأنا دخلت شخصيا في مشاكل في القاهرة ودخلت في مشاكل في الإسكندرية في فرق كبير مع أنهما بلد واحد عندنا مثلا في الخليج في السعودية أهل مكة لهم ثقافة تختلف عن أهل تابوك أو الرياض مثلا الروح الأردن الأردن المشاكل اللي في عمان تختلف عن إربد مع أن المسافة بينهم ما هي كبيرة يعني وقيسوا عليها فأحيانا في البلد الواحد الثقافة تكون مختلفة فكيف إذا كنا في بلد مختلف أو دولة مختلفة أو لغة مختلفة فيكون هنا التحدي أكثر هذا أمر ولذلك أي أسرة تكون مغتربة تكون خايفة على ثقافتها وخايفة على هويتها من الذوبان ولذلك الصينيين لما يهاجرون إلى بلد من البلدان والهنود عندما يهاجرون إلى بلد من البلدان شو يحلون المشكلة من يعرف فيكم يعملون مجتمع خاص فيهم حتى يحافظون على ثقافتهم ففي كل دول العالم لو تسألون عن السوق الصيني في كل دولة القون في السوق الصيني لا ولها بوابة مختلفة عن باقي الأسواق والبوابة هذه في السوق الصيني اللونها أحمر لماذا لونها أحمر؟ لأن في الصين اللون الأحمر هو لونهم والشعارات التي عليها تواكب الثقافة الصينية فإذن هم يحافظون على أنفسهم من خلال تجمعات وهذه التجمعات من أجل الحفاظ على الهوية والحفاظ على الثقافة أنا قاعد أعطيكم بس تجارب الآخرين كيف الآخرين يفكرون كيف يعيشون حتى يحافظون على هويتهم وعلى ثقافتهم هذا الأمر الأول أمر الثاني في معيار في درجة الانفتاح والمحافظة تعرفون نحن أسر محافظة يعني الأب في الغالب 80% من الآباء مصلين الأمهات 80% منهم محافظين متسترين مصليات في الغالب في الغالب فالأسر أسر محافظة حريصة على عادات معينة على تقاليد معينة على قيم معينة فلما تنتقل إلى بلد آخر يكون فيه نسبة الانفتاح كبيرة أهنية تحدث المشكلة وهذا تحدي أنا عندي مشاكل أعطيكم مشاكل واقعية أسرة خرجت من بلد عربي وجاءت إلى هذا البلد الزوج لما شاف هذا الانفتاح ما صدق كأنه واحد كان بصندوق وخرج فصار كل شي حرام في تعريف نحن للحرام كل شي حرام صار يسوي لأن تعرفون مثل العصفور اللي كان محبوس وش صار فيه وانفتح وهني إشكالية أخرى في تربية هذا الرجل أنا جلست معه وتحاورت معه اكتشفت تربية هذا الرجل لما كان طفل كان يربى على عاداته تقاليد فقط يعني هذا حلال هذا حرام هذا صح هذا غلط بس ما كانت التربية تربية عن فهم وتربية عن إدراك وتنبية فيها قائمة على الحوار وبالتالي هو يعني عادات المجتمع وأخذها ولما طلعه رح بلد ثاني يعني دخل في عالم الانحراف جلست مع امرأة نفس الشيء أول ما خرجت من بلدها هي أم عندها أربع أطفال أول ما خرجت نزعت ملابسها وقالت حق زوجها وأولادها أنتم مالكم علاقة فيني خلص أنا كنت من زمان أنتظر هاللحظة اللي أنا أنطلق فيها وعيش حياتي لوحدي فإذن فيه فيه تحديات لما يصير في انتقال من بلد لبلد القوانين مختلفة الثقافات مختلفة الهوية مختلفة هذه كلها تحديات الأمر الرابع الأصدقاء الصداقات في البلد الجديد البلد اللي احنا من تقليل له ثقافتهم تختلف أطبعهم تختلف ما يحبون وما يكرهون كذلك هذا عنصر تأثير قوي جدا على مستوى الأفراد آخر نقطة أتكلم فيها في التحديات العامة أنا قاعد أتكلم القوانين في قوانين أحيانا يعني أعطيكم مثال يعني مثلا عندي أنا في الكويت مثلا هنا عندنا في الكويت موضوع الشذوذ الجنسي على سبيل المثال مجرم جريمة تمام التحرش مثلا جريمة طيب لما تي أسرة تنتقل إلى بلد الشذوذ الجنسي ما يكون جريمة هنا يصير سهل جدا مدعاة للأطفال الصغار أنهم يتجهون هذا الاتجاه على اعتبار أن القوانين تحميهم أو أحيانا في بعض الدول القوانين يعني أنا جلست مع الأسر المهاجرة في استراليا فترة كان عندهم مشكلة كبيرة أنه أي أب أو أم إذا رفعوا صوتهم على الطفل القانون في استراليا يسحبون الطفل ويضعونه في أسرة حتى تربيه ويحكمون على هالأم والأب أنهم غير مؤهلين للتربية لأنهم رفعوا صوتهم يعني مو ضربوا رفعوا الصوت فلما كنت أنا هناك في استراليا تعرفت على عائلة الرجل من مصر والزوجة استرالية وأسره حقيقة متميزة جدا وجلست معهم تقريباً أسبوع أنا وعشرة أيام فكلمت فاطمة فاطمة اللي هي زوجة الأخونا هذا اللي من مصر قلت لها ليش ما أنت تاخذين لايسن يعني شهادة تكونين من الأسر اللي إذا سحب أي طفل من أسرة مسلمة في استراليا يتم التربية عندك في بيتك لأنه يتربون في أسر غير مسلمة أصلاً قالت بس كيف الموضوع مو سهل قلت لها بسم الله ابدي وكان أكلم زوجها أقنعتها والله ويقتنع كان يقول أنا أدعمها زوجها تاجر مقاولات يعني يشتغل في مقاولات قلت لأدعمها كان يقول أنت تشوف هذا مهم قلت لها طبعاً الحين في خمسة عش طفل مسحوبين في استراليا عند أسر غير مسلمة أصلاً هذا هو لما يصير عمرهم سبعة عشر تمنتعش لا يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام هم تربيتهم جيدة بس ما يعرف الدين والحمد لله خلال سنتين طبعاً تدخل مريم في دورات مكثفة مدة سنتين حتى يعطونها شهادة أنها مربية ناجحة فتأهلت وخذت الليسن وصارت الحين أسرة وحيدة في استراليا تصوروا أسرة مسلمة إذا سحب أي طفل يوضع عند هذه الأسرة المسلمة على الأقل بس حافظنا على القيم حافظنا على دينة حافظنا فأنا أقصد شفتوا الفكرة هذه اللي أنا عشت فيها عشتها بس باستراليا هذه الفكرة ممكن إحنا نشتغلها أعطيكم مثال ثاني أنا عشت في شيكاغو في أمريكا ركب تاكسي مسلم يسوق نزلت ركب تاكسي ثاني واحد ثاني مسلم ركب تاكسي ثالث وهم بعد مسلم نقول لهم شنو سواق التكاسي كلهم مسلمين نقول لي واحد والله صراحة إحنا إينا مهاجرين على أساس أنه نقعد يعني سنة سنتين والله صال لنا ثلاثين سنة وإحنا مقتربين عن أوطاننا ما توقع أن نقعد ثلاثين سنة نقول لهم طيب وليش كل واحد فيكم شذي هذا سايق تاكسي سايق تاكسي سايق تاكسي أنتو كسواق تاكسي مسلمين سووا لكم تجمع وخلي سير تنظيم بينكم وترتيب وكيف توظفون سياقة التاكسي لغرس قيم في شيكاغو واحد منهم صراحة عجبت الفكرة وتبناها جيت أنا بعد سنتين في مؤتمر في شيكاغو الحضور كان عشرة آلاف في المؤتمر المهم بعد ما انتهيت ويجيني واحد يقول لي نبيك بكلمة شذي على جم قلت لا كلمة شنو بعد خلصنا مؤتمر وانت هنا شاي يقول لا احنا سوينا منظمة سواق التكاسي زي فأنا أقصد أنه أنتوا الحين أي مشكلة عندكم بينكم بين بعض أنا حين ما دخلت بالتفاصيل بس أقصد أي مشكلة عندكم بينكم بين بعض سووا لها تجمع أنا كنت في منطقة في تركيا يعني من خمسة سنين وكان فيها عدد من العائلات المسلمة وهما كلهم مغتربين يعني وكانت في لقاء خاص معهم فكانوا يشتكون قلتهم طيب أنتوا ليش تشتكون يعني المسلم لا يشتكي المسلم يبادر ينجز المسلم صاحب مشروع مول ثاني يتحرك وأنتوا بعد لا تقلدون المجتمعات اللي إحنا عايشة فيها كل من يشتكي كل من يذمر لا تصيرون مثلهم تشوفون مشكلة فكروا وشون تعالجونها فكروا وشون تعالجونها عندي صديق من الكويت وصديق الثاني من سعودية كانوا يدرسون في أمريكا في الجامعة ومعاهم في الفصل واحد ياباني الدكتور الأمريكي كان يعطي محاضرة فكان يتكلم عن قنبلة هرشيما وكيف أنها يفجرت ودمرت وكان يتكلم بفخر أننا نرى ما يفعلنا في اليابانيين طبعا الأثنين الخليجيين بدأ الدم عندهم يغلي أنه كيف الدكتور يتكلم عن شعب هالياباني وهالياباني ساكت كيف ساكت المفروض يسوي شي طبعا هذول الأثنين من يلتفتون على الياباني الياباني يطالع الدكتور يبتسم تعرفون ابتسامة اليابانيين يبتسم كذي وعادي وهذا قاعد يتكلم يتكلم وهالياثنين بركان يغلي وهم لهم علاقة بالقضية أصلا المهم يوم انتهى الفصل راحوا يتكلمون الياباني قالوا لا أنت ما تستحى لوجهك الدكتور قاعد يتكلم عن شعبك وكيف القنبلة هورشيما دمر مجتمعك وانت قاعد تبتسم كذي والطالعة احنا بقينا نقوم ونهجم على الدكتور عشان ندافع عنك قال لهم لا 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 أنا أمي أمي ربتني إذا أحد استهزأ فيني أو في بلدي إني أتخذ ثلاث قرارات لشان يقولون لها الأثنين وشي القرارات الثلاث قال لهم القرار الأول أني أبتسم أي واحد يشتمني القرار الأول أني أبتسم طبعا هاي تجربة جديدة عليهم أولا يسمعون كلام ردة فعل بهالطريقة نحن العادة كلها عضلات تعرفون كلها هوا شو بس وكلها صراخ وكلها صياح بس أنه واحد يفكر صح هذه يعني تجربة غريبة شوي المهم قالوا له والقرار الثاني قال القرار الثاني وأمي قيلت لي من يوم أنا الطفل صغير في اليابان أن عيني تشوفه هذا اللي قاعد يشتمني وأنا قاعد يبتسم أقاعد أشوفه قالوا له والقرار الثالث قال لهم والقرار الثالث أمي تقول شوفه وابتسم وفكر بمشروع ترد عليه بعد عشر سنين أو عشرين سنة اليوم اليابان من أكبر عشر اقتصاديات في العالم فأنتوا الآن أي معاناة عندكم أي معاناة خلوا سير لهذا هذي تجمع أربع خمس أمهات على أربع خمسة آباء فكروا بمشروع واشتغلوا هذول المجموعة الشباب اللي كانوا يشتكون يشتكون في منطقة يعني موجودة في في اسطنبول واحدة من ضواحي من خمسة سنين قلت لهم يا شباب انتوا حليش تشتكون ليش انتوا جمعوا وانتوا مو خمسة ستة وسووا لكم حضانة بالمنطقة اللي ما فيها حضانة ناسبكم أنا من سنتين جيت ورح زرت حضانتهم قلت لهم والله عفي عليكم والله شطار صراحة والله شطار أنا أحترم الإنسان اللي يشتغل يعمل مول يتكلم فإحنا اليوم لازم ننتقل من مرحلة الشكوى والكلام إلى مرحلة نفكر في مشروع وننجز والمشروع ترى أحيانا بعض المشاريع ما تحتاج فلوس انتبهوا مو كل شي بالفلوس بس إذا الله عز وجل عرف أن أنتم مخلصين وعندكم نية صادقة رب العالمين يطوع لكم الفلوس من تحت الأرض ولا في مشكلة أبدا بس أهم شيء وهزي إليك بإيش ها في بكم أحد مرة هز جذع ولا ما فيكم جربتوا تهزون جذع مرة من فيكم هز جذع أشوف بالله بس ما ما ينهز لو عشر رجال ما يهزون لكن بدل السبب هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب بعدها موتام والرطب بعد رطبا جنية طيب تحديات عامة ندخل في التحديات التربوية شنو التحديات التربوية رقم واحد الخوف على انسلاخ الهوية عند الأطفال أنا ابني أخاف ما يكون ابني هاي واحد هاي مخاوف اثنين الوحدة لأنه دائما من عزلين ما نحن قادرين ننخلط مع المجتمع ما نحن قادرين نتعامل ما عندنا أصدقاء صايرين بروحنا التحدي الثالث اللي هو نوبة الحنين هاي يسمونه الهومسك هذا اللي هو يعني السير الواحد لما يطلع من بلده حتى له شبابه وصغار يعني غرفته ألعابه مكانه مكان ما ينام الحديقة اللي يلعب فيها الشارع اللي كان يمشي فيه المسجد اللي كان يصلي فيه الحنين يسمونه الحنين طبعا هذا يعني هذا مزعج للإنسان مزعج لهاي ذكريات يعني هاي مو شيء مو شيء سهل في تجربة أنا عشتها في تركيا هني عندهم وقف أنا زرت الوقف هذا وقف لعلاج كبار السن شن الفكرة كل واحد عمره فوق الثمانين وتوفوا أصدقاءه وما عنده أهل اللي مغتربين واللي مسافرين شي يسوي هذا الوقف ياخذ كبار السن يقولوا الله أنت وين كنت ساكن لما كنت طفل فيقول لهم في الحي الفلاني في الشارع الفلاني عند البقالة الفلانية وعند المسجد الفلاني تعرفون هذا الوقف ماذا يفعل يروح يشتري له ويأجر له شقة في نفس الحي اللي كان يلعب فيه هذا كبير السن لما كان طفل تعرفون شك تشفوا ثلاثة أرباع حالات الاكتئاب عند كبار السن تم علاجها بهذه الفكرة فالذكريات مرة ثانية الذكريات علاج الذكريات علاج وهذه يدرسونها في علم النفس لذلك الحنين واحدة من التحديات التربوية أربعة تحدي التربوي الرابع المجتمع الجديد يعني أنا ابني بيدخل مدرسة أنا ما عرف اللي بالمدرسة هذول منه ما عرف أو مثلا أنا ما كنت متعودة على مدرسة مختلط الحين صار ابني يدخل مدرسة مختلط مثلا يلعبون رياضة شباب و بنات يروحون حمام سباحة شباب و بنات طيب ما نسوي شو الحل احنا ما تعودنا على هذه الحياة هذه حياة جديدة علينا هذه تحتاج نقاش وتحتاج أن نحنا نهيئ أطفالنا أنا وأنا جايكم الحين وأنا جايكم كان معي استشارة بالتلفون واحدة من الأمهات تقول أنه البنت عمرها سبع سنين راحت تلعب في بيت الجدة ولد أختها عمرها 12 سنة تحرش فيها تمام أنا قاعد أقول حق الأم بالتلفون توني وأنا جايكم قلت لها طيب سبع سنين سبع سنين يعني هذه بنت كبيرة بالنسبة لي أنا أشوفها كبيرة وفاهمة وناضجة يا ماما أنت ما كلمتيها عن التربية الجنسية لما كان عمرها ثلاث سنين وأربعة سنين مشاهد تقولي لا قلت لها ليش مشاهد تقولي الحمد لله احنا أسرة محافظة ما نحتاج وبعدين دايما أولادي تحت عيوني ليش أكلمها قلت لها طيب أنت الحين أسرة محافظة وأولادك تحت عيونك وبنتك أم سبع سنين تحرش فيها ولد خالتها اللي عمرها 12 شا تحليلي بالله هاللغز شا تقولي أقول لك دكتور والله أمس أنا انهرت ودخلوني لمستشفى وحطوا لي درب قلت لها طيب أنت بدل ما توصلين هالمواصيل كان المفروض أكو معلومة نحن ندربها الأطفال من عمر أربع سنين شلون يحمون نفسهم من التحرش أربع سنين أنت سبع سنين لحي ما تكلمتي معها فإذن مرة ثانية هذه أمور نحن لابد أن نفطن فيها اليوم أنتوا لا تعيشون بعقليتكم يعني أنتوا تربيتوا في زمن غير الزمن اللي اليوم أنتوا عايشين فيه يعني شوفوا الآن آخر دراسة أنا طلعت عليها كل الشباب والبنات اللي من مواليد عام 95 إلى 2002 ما أدري إذا فيكم ويني ولا لا فيكم بين خمسة شاشة خنشوفهم وينهم ما شاء الله والله عدد كبير بين مواليد 95 إلى 2002 تعرفون الدراسة شو تقول الدراسة شو تقول عنها الشريحة من البشر طبعا مو أنتوا بس أموا يعني لأن الدراسة صارت في ألمانيا هذي فهم يتكلموا عن الألمان مو أنتوا يعني زين قالت أن هذه الشريحة أكثر شريحة في العالم اليوم دخلوا في مشروع الانتحار لا لا مونتوا مونتوا اللي في ألمانيا زين زين ليش تعرفون ليش تعرفون ليش لأنه هالشريحة لا ما تعرفون ليش والله اللي فيكم يجيبها أين الهدية أنا جايب هدايا معي بالسيارة والله جايب هدايا بس يمكن نسينا ننزلهم ها لا طيب اللي يجاوب صح أنا بعطيه هدية حتى لو بعدين نرسلها مو مشكلة قل لي يا السلام عليك شاسمك عبيدة بس سجل عبيدة يستاهل هدية إيش قال عبيدة هذول هالجماعة هالشريحة أخاف أنت واحد منهم هالشريحة طلعهم مع السوشال ميديا مع طلعة السوشال ميديا فهمت الفكرة فصار صار 24 ساعة وين عايشين على شبكات التواصل فشوف الصبع هذا ينتقل من شبكة لشبكة من شبكة لشبكة فش صار فيهم صار اكتئاب صار قلق صار عزلة وصار أعلى نسبة في ألمانيا طبعاً أعلى نسبة في ألمانيا للانتحار في هذه الشريحة فإذن مرة ثانية إحنا التحديات التربوية لازم نعرف شون نتعامل معاها التحديات الزوجية نتكلم عنها شوي نسوي لكم شذي جولة سريعة فيها وبعدين ننتقل شون نعالج التحديات وشون الحلول اللي ممكن إحنا نواجه فيها التحديات رقم واحد أكبر تحدي زوجي الخيانات الزوجية والخيانات الزوجية من وين تجي؟ من وين؟ في الغالب إحنا في مجتمعاتنا في الغالب لما تزوجنا في الغالب إحنا ما اخترنا مو صح شذي؟ إنتوا شون كنتوا تزوجون؟ والد العم بنت العم ومشي حالك وروح توكل على الله والله يوفقكم يلا جيبوا لنا أولاد وترسولنا البيت ومع السلامة مو صح شذي؟ في الغالب تمام؟ الزواجات هذه في مجتمعاتها مستقرة ترى هم مرتاحين ما عندهم مشكلة لأنه اللي زوجه أبو موجود فما يفكري غلط يعني أبوه موجود وأمه موجودين فهو محترم نفسه وماشي صح لكن لما صارت الأسرة مهاجرة لا رقيب ولا عريب ما في حد لا أبوي موجود ولا أمي موجودة ولا قيود المجتمع موجودة ولا حتى قبيلتي وعائلتي موجودة طيب أنا ليش مستمر بهذا الزواج؟ شايفين التفكير كيف يصير؟ فإما تصير خيانات أو تصير طلاقات من النوعين ها؟ أنا عندي حالات من الرجال ومن النساء الخيانات والطلاقات من الطرفين تمام؟ هذا التحدي الأول التحدي الثاني أحيانا الأسرة تنتقل إلى مجتمع آخر تعامل المرأة في المجتمع الآخر مختلف عن بلدها ومجتمعها مو صح تشذي؟ أنتوا تحسيتوا فيه؟ ها؟ يعني فيه استقلالية أكثر فيه احترام أكثر فيه تحرر أكثر في المجتمعات هذا شيء يخلي المرأة هني يعني أول المرأة لما كان في بلدها كانت تقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بس قلبها يقول لا إن شاء الله ولا عمره ها؟ من الداخل بس لما طلعت فيه مجتمع تقدر تتكلم لا صار الوضع مختلف صار الوضع مختلف فيصير الرجل هنا ما يتحمل الرجل صار ما يتحمل هالمرأة اللي صارت تتكلم أول ما كانت تتكلم أحيان صارت تتكلم فبالنسبة لهذا تحدي تحدي وعلى هذا التحدي تنشأ مشاكل كثيرة زوجية ثلاثة المرأة لما انتقلت إلى المجتمع الجديد شافت القوانين تدعمها والقوانين تشجعها والقوانين تحثها فهي بعد ليش متبسكة بما كانت عليه في الماضي فتنطلق وهنا يصير إشكال في الأسرة التحدي الرابع كثير من الأسر لما تنتقل من بلد التكنولوجيا فيها ضعيفة الأمن كان فيها ضعيف الكهرباء كانت تشتغل في اليوم ساعتين ثلاثة وتقطع الماء يروحون طوابير عشان يحصلون الماء وبعدين فجأة تجي لبلد ولمجتمع الكهرباء متوفرة والأنترنت موجود والماء موجود وفي أمان فش يصير بالنفسية هنا ها ش يصير صدمة صدمة وتبدي الأسرة تفكر أنه شنو العيشة اللي إحنا كنا عايشينها يعني وليش عايشينها يعني ليش يعني إحنا ما نستحق حياة مثل هذه نعيش محترمين شفتوا هذه الإشكالية هذه هذه لها تأثير فكري لها تأثير ثقافي لها تأثير نفسي على الأسرة تمام طيب ندخل في فوائد الاغتراب مخالف تكلمني عن السلبيات بس ترا فيها فوائد وليش رأيكم في ولا ما في أنا مرة أنا عندي كتاب اسمه فوائد المشاكل الزوجية مرة واحد قرأ الكتاب أنا ذاكر 117 فائدة للمشكلة الوحدة يعني أي مشكلة زوجية عندكم فيها 117 فائدة فمرة واحد قرأ الكتاب شنيني قال دكتور والله خليتني أحب المشاكل صرت أقول لحك زوجتي كثري مشاكل هو مو قضية كثري مشاكل بس المهم أنه لازم تصير عندنا عين العبد الصالح شنو عين العبد الصالح نظارة العبد الصالح شنو هي لما جاء موسى عليه السلام شنو يسوي بالسفينة بيخرقها شنو قال للعبد الصالح هايوة قال ترى الخرق زين الخرق زين يعني المشكلة خلها موجودة ترى زينة المشكلة زينة ليش المشكلة زينة لأن في وراهم ملك شفيها الملك إذا شاف السفينة فيها عيب يمشيها وإذا ما فيها عيب جمركها بارك الله فيكم خلصنا فهو قاعد يشوف الغلط لكن مقادر يصبر لكن فيه خير فدائما المشاكل اللي إحنا تمر علينا فيها خير يعني قصة الشيخ اللي طلعت دمل تعرفون شنو دمل شنو دمل يعني دمل شو تسمونا أنتو دمل تسمونا دمامل يعني جامعها أنت مفردها مفردها جنو دمل حتى دمل جمع يعني مثل النفرة بالإيد وتكبر شوي ويصير فيها مثل صديد وتصير مؤلمة صح؟ واحد شيخ طلع دمل بإيده فطلبت العلم عنده يسمعونه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قالوا لي يا شيخ الحمد لله على إيش عندك دمل بإيدك وتقول الحمد لله قال لهم أرأيتم لو هذا الدمل خرج في فمي؟ أرأيتم لو هذا الدمل خرج في عيني؟ أرأيتم لو هذا الدمل خرج في حلقي؟ أرأيتم هذا الدمل لو خرج في قلبي؟ يقولون طلبة العلم فما زال يقول أرأيتم 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 حتى عددنا هذا الدمل من أكبر نعم الله عليه فإحنا لازم عندنا نظارة العبد الصالح شون فوائد الاغتراب هاتوا أشوف يلا يلا قول لي واحد إيش لا صوتك ما سمعه لازم تأذن قوة تطور أنك يعني تشوف حضارة تشوف تقدم فتتعلم شي تقصد جيد هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح تفضلي تمام التعامل مع المستجدات والتحديات جيد نعم هذا كلام صحيح أتعرف على مهاراتي واكتشف عندي أنا ترى قدرات جديدة أنا ما كنت أعرفها أول ما كنت أعرفها أتعرف على مهاراتي أتعرف على قدراتي أعرف نقاط ضعفي أعرف نقاط قوتي هذه من فوائد الاغتراب بعد من يعطيني أربعة فضل قوة الشخصية سبقك بها عكاش قوة الشخصية ليش قوة الشخصية تعرفون من وين تمام تتعرضوني مشاكل كثيرة مشكلة الإقامة مشكلة السكن مشكلة المواصلات مشكلة التعليم مشكلة أنك عايش هم بلدك ومشاكل بلدك وتابع الأخبار وانت متوتر فأنت عايش في دوامة مشاكل دوامة مشاكل هذا شي تخليه في الإنسان تقوي شخصيته طبعا أشد الناس بلاءا من الأنبياء ليش لأنهم أشدوا الناس بلاءا معادل أشد الناس بلاءا الأنبياء ليش أشد الناس بلاءا أكثر ناس عندهم مشاكل للأنبياء لذلك شخصيتهم قوية وتتحمل تتحمل طيب بعد من يعطيني فائدة هاتوا خلنا أخذوا القسم اللي إني شفيكم أنتوا شي نايمين ما كنين فول ما كنين شي ما هاتفضل يا خمس فوائد هاتشوف شنو هم ها فرد الأولى تفرجهم تمام والثانية اكساب معيشة زين ها يعني باب من أبواب الرزق تمام كمل كمل يا السلام وأنت كم واحدة من الخمسة جبت نص طيب بعد هاتوا أشوف تفضلي استريحة استريحة هو استريحة لا توقفين نحن مدرسة نحن الله هديش كاعدة يلا جاوبي لحين تحمل المسؤولية صح تمام تفجير الطاقات واستثمار الطاقات بعد من ناحية تجارية إيجابية أنا عاد استانستي يوم سمعت كلمة تجارية ايه لانو أنا بيكم شذي تجار تشتغلون تسوون بزنس تسوون شي تجاري تبيعون تشترون مرة جاتني واحدة مطلقة من هارة زوجها ظالمها ظلم الله أكبر طلعها من وظيفتها وطردها وضربها وقصة طويلة عريضة ما بيدخلكم في تفاصيلها في الأخير طردها من البيت وطلقها فجاتني محطمة تماما قلت لها انت حين ليش ضايق خلقت شو تعرفين تسوين شان تقول أنا عارفة سوي كيك احنا عندنا أكو كيك أكو كيك اسمها قرص عقيلي تعرفونها ما حد فيكم يعرفها قرص شنو قرص قرص يعني شنو قرص ها قرص قرص يعني قرص والعقيلي يعني شنو يعني عقيلي زي هادي كيكة مشهورة عندنا ناكلها مع الشاي بالحليب فهمتوا الفكرة تكون ناشفة شان تقول لي أنا عارفة أعمل قرص عقيلي قلت لها سمعي يا قلت روحي بيتكم الحين روحي روحي قومي 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 بدل ما تبكين قدامي روحي سوي لي كيكتين وجيبي لي ياهم شان تقول لي سوي لي كيكتين قلت لها هاي روحي روحي سوي لي كيكتين يلا راحت سوّت كيكتين أرسلتهم لي أنا أحب الكيكة هذه زي وعندي الوالدة الله يحفظها خبيرة كيك أرسلت وحدة حق أمي وحدة أنا أنا أكلتها أنا عجبتني بعد نص ساعة كلمت أمي قلت لها شرايش بالكيكة شان تقول لي والله يا ولدي فيها عيبين نسبة الملح زايدة شوي بعدين هي لازم تصير سفنجية شوي فهمتوا الفكرة هي صايرة شوي شان أكلم أختنا هذه اللي كانت من هارة قلت لها سمعي أنا استشارت خبير ما قلت لها أمي طبعا قلت لها استشارت مستشار خبير وقال لي فيها عيبين فصلحي لي وارسلي لي كيكتين راحت سوّت غيرهم أرسلت لي كثنتين أنا أخدت وحدة أنا أخوه كل شيء أكل ما عندي مشكل الثانية كلمت الوالدة هاي أم ما شرايج شان تقول لا هاي زينة شان أقول لها زينة ش تسعرينها تسعيرها لو بتشترينها أنت شغل بيت شغل بيت شان تقول لي يعني هذي سعرها كذا قلت لها خير شان أكلم هذي المطلقة المنهارة قلت لها تعالي جاءت المكتب عندي قلت لها عندك حساب بالإنستغرام شان تقول لي لا قلت لها أفتح لك أنا قلت لها ما عارف دكتور قلت لها أنا أفتح لك قلت لها عطيني تلفونك أخذت التلفون شان أفتح لها عساب بالإنستغرام سميتها اسم ما بي أقولها المهم زين شان أقولها سمعين كل يوم تسوين قرص عقالي وتصورين نفسك وانتي قاعدة تسوينها الكاكة وتحطيني تكتبين تحت لدينا شانو هذي يكتبونها لدينا خدمة توصيل ها خدمة توصيل المهم بس أنا قلتها شذي رميت رمية ومشيت جاتني هذه الأخت بعد ثلاث شهور شانت قولي دكتور أنا بقولك شي قلت لها تفضلي شانت قولي أنا لما كنت موظفة وزوجي طلعني من الوظيفة كان معاشي سبعمية سبعمية يعني ألفين دولار بالدولار ألفين زين أحين صار لي ثلاثة شهر أبيع كيك صرت بالشهر أدخل ثلاثة آلاف دولار وبعدين مو بس شذي أكوا واحد شرا كيكة وعجب فيني قال لي بيتزوجني قلت لها جيبي جيبي خلا شوفها هذا وين هاتي خليني أفحصها لتش حتى ما تغلطين مثل باك اليوم يعني فباب رزق مثل ما قلت باب رزق ما أن أنت قلت إيجابية بس أنا قلت تجارية المهم باب رزق لكن بنفس الوقت فتح لها أبواب فتح لها أبواب فإذن الاغتراب له فائدة تمام من فوائد الاغتراب أن الدعاء مستجاب ليش ليش أنتوا اللي وراء ايش دارسين أنتوا يا أخوان ايش دارسين معلومة سهلة هذه ليش دعاءكم مستجاب أولا المظلوم دعاء مستجاب مصح جذي ثانيا المسافر دعاء مستجاب مصح جذي طيب يعني أنتوا حلو تدعون علي أنا بعد ما أطلع من هالقاعة دعاءكم مستجاب خلصنا ها كوليش عندها اش تبي تقول عافية صح كم عمرك ما شاء الله ستة شاطرة والله الله يحفظها تمام الآن ندخل في آخر قسم في لقائنا اليوم اللي هو كيف نخفف التحديات والمعانات جيد مرة ثانية فلاشات تفضل وسعه يا سلام عليك يا سلام عليك إضافة جميلة جدا ومن يهاجر في سبيل الله جميلة جدا مداخلة طيب واحد بعطيكم حلول ها شدوا حيالكم الحل الأول التركيز على الهدف لازم كل واحد منكم عنده هدف واللي ما عنده هدف لازم يفكر بهدف ويركز يركز يركز عليه أولا هذا راح ينسيه المعاناة الاغتراب ثانيا راح يحوله من إنسان كثير الشكوى إلى إنسان كثير العمل والإنجاز واضح؟ هذا الحل الأول الحل الثاني لازم يكون عندكم علاقات وصداقات لازم وإذا تابعون نصيحتي بعد لازم العلاقات والصداقات من الطرفين يعني شنو من الطرفين؟ يعني من العرب اللي حواليكم ومن ومن المجتمع اللي أنتوا رايحين له إذا أنتوا في تركيا أتراك إذا أنتوا في فرنسا فرنسيين يعتمد حسب المجتمع اللي أنتوا فيه تمام؟ طيب ثلاثة النقطة الثالثة إذا عندكم أهل في الداخل هناك تتواصلون معهم لأن التواصل سواء فيديو أو اتصال شي سوي في الإنسان؟ يخفف يريح يخفف ويخفف الشوق اللي عنده ويخفف الحنين فيعتبر هذه فكرة ثالثة كحل من الحلول أربعة لازم نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا الحزينة ترى هذه نقطة مهمة جدا جدا مهمة إذا أنا عندي مشاعر حزينة لازم أعرف كيف نتعامل مع نفسي في ناس في ناس أعطيكم تجارب أنا أعيش تجارب كثيرة يعني في هذا المجال في ناس على مستوى الرجال مثلا وأعطيكم بعدين على مستوى النساء أعطيكم من هنا ومن هناك زين؟ خلنا أخذ الرجال أول على مستوى الرجال أنا أعرف واحد دايما عنده مشاعر حزينة بس عالجها بالرياضة صار كل يوم يلعب ساعة رياضة وخاصة السباحة ليش؟ لأن الماء ما يسوي الماء؟ يسحب التوتر الماء يسحب التوتر فالماء مهم جدا تمام؟ هذه فكرة للرجال أعطيكم قصة أعطيكم قصة حق النساء الآن لا أخوات أنا أعرف واحدة تعرفون هذه الدراجة وإنتوا واقفين تسوقونها شرت واحدة خلتها عندها بالشقة في البيت فمن تيها المشاعر الحزينة شو تسوي؟ تقعد خمسة واربعين دقيقة بالدراجة رياضة وفعلا أنا طبعا قاعد أقول لكم قصص ناس أنا أعرفهم بالأسماء يعني وأعرف كيف كانوا وماذا أصبحوا وكيف تغيروا هذه قصة أعطيكم قصة ثانية على مستوى الرجال أنا أعرف رجل هذا مطوع شوي شوني يعني مطوع كنتوا عندكم مطوعني شيخ سويتوني شيخ يعني مطوع يعني يعني نسبة التدين عنده شوي عالية يعني مول متوسط يعني شوي زيادة هذا كل ما تيلى مشاعر حزن يطيل في السجود يسجد يصلي ركعتين ويسجد يطول في السجود ويقول لي هو يقول لي لما أطلع من الصلاة أنا خفيف مرتاح تمام أعطيكم قصة أمرأة في مشاعر الحزن شو كانت تسوي شو كانت تسوي في مشاعر الحزن يعني ما خاف تحملوني ها أنتوا تتحملوني ولا لا ترا في أفكار شوية مجنونة مخالف أقولها يعني مخالف زي تقول لي من يصير عندي مشاعر حزن أروح أتمكيج هي والله نعم تقول أشوف المنظرة وأشتغل ساعة لربع ساعة وكل مرة ألون ويهي لون وكل مرة شكل تقول والله الحزن كله يطلع الحزن يطلع أبدا مرة مرة يطلع بالمناسبة نعرف واحدة ثانية تحب تسوي تطبخ فتقول لي كلما أنتيني مشاعر الحزن أسوي طبخة فتكون أنا أكون مشغولة أعرف رجل أعرف رجل كلما أنتيني مشاعر الحزن يتصل لبواحد من الأصدقاء أو يتكلم معه فالكلام شي سوي يريح أنا عندي صديق يعني صال لنا يمكن خمسة وعثين سنة مع بعض وبين فترة والثانية يتصل فيني يعني كل فتة شهر أربعة أشهر يتصل فيني أنا من يتصل فيني أقول بقلبي أكيد في مصيبة فأروح له أقعد هو أكبر مني بعد زين يتكلم 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 يعني يرمي كل مال ثلاثة شهر لطاف زين؟ بعدين يقول لي خلاص شكراً أنا ترى ارتحت أقول له يلا روح داوم فالتشر ثانية زين؟ فشاهد أنه أحيانا الكلام الفضفضة نسميها الفضفضة تريح تريح فإذا مشاعر الحزن إذن لازم نعرف شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الطفل اللي كان عنده عصفور ومات شنو اسمه؟ أبا عمير صح؟ كان عنده عصفور ومات مصح؟ كم كان عمره؟ سنتين؟ سنتين؟ لا هو شو؟ لا مو سنتين أكبر كم؟ أيوة صح؟ صح؟ كان عمره سبع سنين وكان كيف جالس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كيف شافه جالس؟ كيف جلسته كانت؟ من يعرف جلسته؟ شون جالس؟ على شكل؟ قال لي هو نصج أيوة تعرف الطفل لما يجمع رجلين الثنتين وإيدينه يكون جالس جلسة الحزين عرفتو هذه؟ وقعد يبكي فالنبي صلى الله عليه وسلم شايفها بالزاوية جالس بالطريقة هذه شنو قال له؟ يا أبا عمير ما فعل أنه غير شنو أنه غير يعني أول؟ أنه غير شنو؟ العصفور يا أبا عمير ما فعل أنه غير ها؟ فهو اسأله سؤال صح؟ طيب الطفل حزين والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال منه فيكم يجاوبني؟ شنو التكنيك اللي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الحزن؟ الفضفضة الفضفضة لأنه قال له شنو قال له؟ قال له يا أبا عمير ما فعل النغة مصح؟ طيب سؤال لو واحد من أولادكم مات العصفور ما نقول له؟ والله يا أولادي بدل العصفور أشتري لك إيش؟ عشرة تعرفونه هذا جوابنا؟ دمرتوا نفسية الطفل أنتم ليش دمرتوا نفسية الطفل؟ أنتم عبالكم أنتم قاعدت راضونه قاعدت تخففون عنه لا 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 أنتم دمرتوا نفسيته الطفل الصح هو اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إخراج مشاعر الحزن تفهمتين الفكرة؟ هذا هو الصح ليس صح أني أنا أعطي عشر عصافير هو ليش حزين على هالعصفور؟ من يعرف ليش؟ في علاقة حلوة صار لهم فترة طويلة يوكلة يشربة يرقصة يلعبة يحط على كتفة يتمشى معاه بس ما فيه سيلفي طبعاً أول فيلعبوا يأفى فيه ذكريات صح؟ لما نحن نجيب عشر عصافير عشر عصافير فيها ذكريات؟ ما فيها ذكريات ما عالجنا المشكلة؟ ما عالجنا المشكلة؟ مرة عندي زوجين دخلوا المكتب شكلهم مشحونين شنو مشحونين؟ معبّين ماذا؟ بالمهم شفت أنا الرجل شكله مشحون مشحون حتى منتفخ شفت المرة منتفخها شذي ماذا؟ شانا أقول لهم أنا عندي بس مقترح قبل أن نعالج المشكلة أنا من رأيي نأخذ خمس دقائق بكاء فقرة بكاء ما رأيكم؟ طبعا هذا الريال قاعدت تخلي عني شيء مستغرب طبعا هذيش على طول بجت ما دقت سلفية خلصنا تنزيل؟ على طول كان أقول حق الريال قاعد قدامي قلت لأسمع لا تقاوم ابشي 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 جماعي أنا تبون ابشي ابشي أنا ما عندي مشكلة يلا يلا بس قلت هالكلمتين الرجال انفجر انفجر قام ينزل أربع أربع حتى ما شاء الله هم تعافي ينزلون المهم وهذه نسكتها ما نستطيع بس خلاص يا ماما خلصنا الخمس دقائق انتهينا راحت أقول لكم شيء أقول لكم شيء ستنصدمون انتو تنصدمون بعد فقرة البكاء ما قلت لهم أنا تفضلوا قلوا مشكلتكم كان يبتسمون مثل ياباني يخلنا تسمى وشي يقولون والله ما في مشكلة وفعلا ما في مشكلة فعلا بس شنو عندهم الخزان ما لهم معبة ولذلك أخطر أخطر مرض إحنا قاعد نعيش فيه إنه في شيء ما يعجبنا وإحنا ساكتين ولا عارفين نتكلم خاصة مع أبنائك في العلاقة الزوجية مع أخواتك مع أخوانك مع أمك مع أبوك لا بس أنت ممكن تجيبها بطريقة ذكية المهم أنك أنت تخرج ما في نفسك طيب الحل الخامس قوة الارتباط بالله لازم يصير عندكم برنامج صيام كل خميس مثلا عندكم تجمع شديد للقرآن تجمعون بالأسبوع مرة تقرون تفسير تحفظون قرآن مثلا يصير عندكم برنامج مثلا قراءة كتاب أذكار معينة المهم في كل شهر مرة عمل خيري عمل تطوعي تسوون المهم تقوون العلاقة بالله لأن الإنسان المغترب يحس نفسه وحيد لكن لما يشعر أنه الله معه يحس نفسه مستقر الفكرة اللي بعدها أني لازم أنا أتكيف مع الواقع ما يصير أرفض 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 أنا أعرف ناس مغتربين صالهم سنة كاملة قاعدين في البيت ما خرجوا من البيت رافض الواقع الجديد اللي هو عايش فيه رافض لا لازم أتكيف أطلع أمشي أتكلم أرتكب أخطاء تصير عندي مشاكل أعالجها يلا نبدأ نتعلم شوي شوي الحل السابع أتمنى وهذا حل جماعي أن يكون عندكم أنتم مؤسسات يعني مثل الآن سبونسر مثلا راعي لهذا اللقاء هذا شيء جميل فيه مؤسسة متميزة في العقار وتبنى التوعية وخدمة المجتمع في الجانب التربوي هذا شيء جيد طيب تعالوا يلا خذ نسوي مؤسسة الرياضة مؤسسة تعليمية مؤسسة تجارية مؤسسة نبدأ نشتغل 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 نطلع تراخيص نشتغل نشتغل من البيوت نشتغل برا البيوت نفتح بالسوشيال ميديا نشتغل نتحرك 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 أي تجمع حتى لو هواية التصوير أسوي لها نادي نادي الرسم نادي التصوير وصير تجمعات ونبدأ نشتغل والفكرة ترى تتطور بعد يوم بعد يوم وتصير بعدين فكرة تجارية ما تدرون وتنطلق استشاء الحل الثامن استشارة من سبق مؤكو ناس اسبقوكم صح في مغتربين قبلكم كانوا مصح نتواصل معهم نتعرف على تجاربهم ونشوف كيف حلوا مشاكلهم ونستثمر هذه المعلومات في الواقع اللي قاعدة نعيشها شذي أكون أنا تقريبا انتهيت من الكلمة اللي بقولها لكم لكن أختم بأنه هل تعلمون بأن أكثر الأنبياء والرسل كانوا مغتربين ولا ما تعرفون هذه سنة الحياة يعني نوح عليه السلام المجتمع كله راح وجاء مجتمع ثاني معدل طيب لوط عليه السلام نزل الهلاك على مجتمعه وبدأ من جديد إبراهيم عليه السلام كان في العراق ورح بعدها فلسطين وبعدها ورح مصر مغترب طول عمره مغترب شعيب عليه السلام نفس الشيء يونس عليه السلام نفس الشيء صالح عليه السلام نفس الشيء آل يعقوب منه آل يعقوب منهما آل يعقوب منه يوسف عليه السلام وإخوته مصح مغتربوا وراحوا ورجعوا وأكثر من مرة والسفر فترة طويلة وفي فلسطين وفي مصر والنبي صلى الله عليه وسلم هو من مواليد وين وتوفي وين في المدينة عليه الصلاة والسلام مغترب ولا مغترب مغترب وهو سيد الخلق فإذا الموضوع لازم نتعامل معه بهذه النفسية ونسأل الله عز وجل لوفقنا وإياكم إلى كل خير وبارك الله فيكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايامنا يسنو وعص وحياتنا حلو ومر حلو الحياة يعوزه لله عرفان وشك بر الحياة يعوزه فمر وإيمان وصف ايامنا ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر حلو ومر الشكر يأتي بالهنى والصبر للمحزون خير طبع الحياة طبع الحياة وما لنا في طبعها ناي وامر والشكر يأتي بالهنى والصبر للمحزون خير طبع الحياة وما لنا في طبعها ناي وامر لولا التصدر والرضا ما قابل الإنسان يوم ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر حلو الحياة يعوزه لله عرفان وشكر مر الحياة يعوزه وحياتنا حلو ومر ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر دنيا لها آفا قبعا وشعورها لا تستقر ومزاجها متقلب وفواتها برد وحر دنيا لها آفا قبعا وشعورها لا تستقر ومزاجها متقلب وفواتها برد وحر دنيا وكل دروبها لحياتنا الأخرى ممر كل الحياة ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر حلو ومر ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر ايامنا يسر وعص وحياتنا حلو ومر وحلو وحياة ايامنا доллар 200 حلو حلو وعمر ايامنه إيامنا موسيقى يا رب أنت هديتنا في الأرض ليس لنا مفر وهديتنا نجدين لا يتبدل خير وشر يا رب أنت خلقتنا في الأرض ليس لنا مفر وهديتنا نجدين لا يتبدل خير وشر وإلى الجنان دعوتنا هل يرفض الجنات حر هيا منام هيا منام حلو وامور وحياتنا يسر وعمور شكرا